الحل في تناول الجزر تعود بهاء التميز في النشاطات المدرسية إلا أن خليلا جاره في الحي وصديقه في الفصل كان دائما في طليعة كل صباق ينظمه معلم الرياضة تدرب بهاء مع أخيه في المسلك الصحي وعمل بنصيحته فكثف التمارين الرياضية لكنه لم يستطع الفوز على خليل وصادف أنزار بهاء جده في الريف وقام بجولة في الضيعة دخل أثناءها المرنبة يتفقدها فرأى عاملا يجري محاولا القبض على أرنب فر منه تبع بهاء العامل وشاهد الأرنب يقفز هنا وهناك إلى أن اختفى عن الأنظار توقف العامل وعاد أدراجه ولأن بهاء طفل طلعة أخذ يراقب المكان حتى برز الأرنب ثانية وسط الحق وشرع يلتهم الجزر واحدة تلو الأخرى قص بهاء على أمه ما حدث عندما زار ضيعة جده ثم سألها هل الأرنب سريع لأنه يأكل الكثير من الجزر؟ أجابت الأم ربما إن للجزر فوائد عدة يتبع الأسئلة أولا عزم بهاء على الفوز في الصباق فماذا فعل؟ تدرب بهاء مع أخيه في المسلق الصحي وعمل بنصيحته فكثف التمارين الرياضية ثانيا هل حاول بهاء الإمساك بالأرنب الهارب؟ استدل على إجابتك بقرينة من النص لا لم يحاول بهاء الإمساك بالأرنب فقط بقي يراقب المكان من بعيد ولأن بهاء طفل طوعة أخذ يراقب المكان حتى برز الأرنب ثانية وسط الحق وشرع يلتهم الجزر واحدة تلو الأخرى ثالثا لماذا سأل بهاء أمه عن الجزر؟ سأل بهاء أمه عن الجزر لأنه يعتقد أن سرعة الأرنب مرتبطة بكمية الجزر التي يأكلها ولمعرفة إن كان اعتقاده صحيحا أم لا شئر بالعبير؟ سأل بهاء أمه لا شئر بالعبير؟ أمه عن تلك المفتاح�ي maybe